اشتركوا في القناة رمضان كريم عبارة جميلة حلوة لطيفة لها نغمات موسيقية جذابة تخرج من الشفاه فتدخل الآذان كنسمات الصباح في أيام الربيع نسمعها كثيرا في مثل هذا الشهر شهر رمضان المبارك يرددها الناس هنا وهناك في البيوت والشوارع وفي كل مكان يرددها الناس في كل أرجاء المعمورة ترى من أين لها تلك القوة السحرية الخارقة في سوريا كانت الحياة طوال شهر رمضان تتخذ طابعا اجتماعيا وإنسانيا رائعا وخاصة في الأحياء الشعبية ما هو كنهها ومقوماتها وما هي مضامينها وأبعادها وهل لها فلسفة خاصة بها هذا ما سنتحاور به مع ضيفنا في الاستيديو الأستاذ عيد الدرويش عضو اتحاد الكتاب العرب أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا كل عامنا وأنتم بخير رمضان كريم وأحلى وسهلا فيك قبل ما نبتدي هذه الحلقة لابدنا نخص فيها الحديث عن محافظة الرقة العادات والتقاليد في الشهر الكريم في هذه المحافظة شو رأيك نروح بتقرير عن محافظة الرقة نشوف مجموعة من المعلومات والتفاصيل عن هذه المحافظة ثم نعود لنبدأ الحوار يلا لنذهب هي الرقة مدينة ممتدة من عصور الإنسان الأولى على هذه الأرض إلى يومنا هذا أثارها موزعة في متاحف العالم وستجد اسمها في متحف برلين كما أن متحف الميتروبوليتان في أمريكا يحتفي بخزفها الذي لا يقدر بثمن هي مدينة الرشيد ومدينة حكمته وهي مدينة الأصابع الماهرة التي كانت ترسم لغتها وزخرفها على الأواني الخزفية لتعلم العالم لغة فنية نادرة وهي مدينة الفرات ومدينة السد الذي يولد الكهرباء لمدن الجزيرة السورية ولمدينة حلب هي الرقة المدينة التي عاشت في كل الحضارات التي عبرت بلاد الشام وبلاد الرافدين فهي عروس الفرات واهب الحياة نامت على كتفه منذ أكثر من خمسة ألاف عام ولم تزل تحمل في كل حجر فيها متحفا كاملا للتاريخ كي تتعرف فيها البشرية إلى نفسها أهلا ومرحبا بكم من جديد أعضاء جديد التحية للأستاذ عيد الدرويش عضو اتحاد الكتاب العرب أهلا ومرحبا بكم بعد أن تابعنا هذا التقرير عن محافظة الرقة ونستحضر ذكريات الشهر الكريم في هذه المحافظة الجميلة على مر الأزمة على سوريا كان لمحافظة الرقة خصوصية وخاصة في الشهر الفضيل يعني العادات والتقاليد وخصوصية هذا الشهر في محافظة الرقة ماذا يستحضرك منها؟ في طبيعة الحال هذه الرقم في هذا التقرير أعتقد كان في إجاز شديد ولكن يؤسفنا جدا بأن ما نطلع من خلال هذا التقرير على هذه لوابد الحضارية للرقم وعدها الجمال لهذه المحافظة خمسة ألاف عام ذلك هذا التاريخ العريق عبر تاريخ طويل من الزمن التي قدمت مزغا كثيرا من الحلقات الثقافية والإبداعية وكانت مفصلا هاما سواء على البتاني أم الابيربيع الرقي وكل هذا وطيف كبير من الأدباء والمثقفين آخر وهي اختتمها الدكتور عبد السلام العجيب بإقامته رحمه الله والسلسلة تطول بكل الأحوال أعتقد اليوم نحن من المفارقات التي نجدها عندما خيم الظلام على تلك المحافظة التي كانت هي أيضا منارة ثقافية وحضارية وتاريخية بكل مساقاتها حتى أن نقول هذا ما يمكن أن نتطرق إليه في هذه الحلقة عندما كانت بحيرة الأسد أو سد الفرات التي غيرت من الديمغرافية نحو الأفضل وتقدمت الحياة هذا جزء مهم جدا عن ابن هذه المنطقة وأعتقد هذا المجايلة التي كانت في بداية تحول تاريخي في تلك المنطقة كنا نعيش على الظلام ولم تكن هناك وسائط النقل ولا الخدمات الليجستية التي يمكن قدمت فيما بعد لكننا نحن عاصرنا وصرنا على هدي هذه الإنجازات الكبيرة التي قدمت الكثير مما تطور في الجانب الآخر بالنسبة حتى بالنسبة لتقوس والمشاهد الشهر الفضيل إذن الحياة تتقدم إلى هذه المفارقة أنا أجدها كنا في بيت ريفي في تلك المنطقة التي تبعد لأكثر من ستين كيلو متر شرق الرقة كانت هي قرية صغيرة لا توجد فيها وسائل الاتصال وكانت تقوس رمضان بدائية إلى حد كبير لكن ما يشفع لنا أو يمكن أن يضفي علينا حالة التواد والتراحم فيما بين أبناء تلك المجتمع والقرية الصغيرة أعتقد هو ما يلم هذه الجامعة التي كانت مرتكزا أساسيا تعتقد أستاذ عيد أن هذه العادات والتقاليد تظهر في هذه القرى الصغيرة أكثر من المحافظات الكبيرة؟ هذا ما الجزء مهم حتى علماء الاجتماع يقولون أن الحالات والمثل والقيم والحالات الأخلاقية يمكن أن تسود بعمقها في الحياة الريفية والعادات والتقاليد ولكنها تبدو أيضا متشضية عندما تدخل إلى أسلوب المدينة أو تتسع نطاق القرية إلى أن تصبح مدينة إذن تختلف العادات من الريف إلى المدينة هذا الاختلاف لم يكن على مستوى المثل ولكن على مستوى التقاليد أيضا نحن نقول أن هذه العلامة الفارقة التي يمكن عشناها بهذه البساطة كانت متباكا أساسيا في ولوجنا إلى المعرفة التي كانت قاعدة أساسية كما قلنا بأن نرتقي إلى من كان يصدق بأن أنا أكون مثلا ابن السبعينيات في هذه القرية أنا أكون كاتبا وعضو اتحاد الكتاب وأظهر على الشاشة إذن هذا الشيء الذي دفعني من خلال تلك المثلة التي تشربناها واستقيناها من آبائنا والمجتمع الذي كان وكانت أحد مفاصله والقيمة والثرة في هذا الشهر الفضيل نحن نقول حتى في كل مساحة سوريا بهذا الشهر الفضيل يضفي لأن يكون هناك اصطفاء للنفس هناك اصطفاء للمثل يعود الفقير والغني على مائد واحد ومساوات واحدة وهناك توقيت واحد وبالتالي هذه الابتهالات وهذه الأعياد وهذه الطقوس ربما قد يمكن أن تكون الموائد متشابهة لكن حالة بمعنى التبادل فيما بين هذه الأطعمة أعتقد وإن لم تكن هي تضيف على المائدة الأخرى للجيران لكنها تضيف في النفوس أشياءهم كثيرة وبالتالي هذه الأشياء التي خلقت نوع من التراحم وأصبح قانون الضبط الاجتباعي الذي يمكن أن يسوق على كثير من الأبناء وأن يشتد عضودهم في المستقبل على تلك الجوانب وربما قد يمكن أن يلامس شغاف قلبك الآن أنت ابنت السلامية هذه المنطقة الريفية إذن نفس الأهداف ونفس الميزات ونفس الطقوس ولا يمكن أن تفترق فيما بين محافظة الرقة ومحافظة حلب ومناطق الجنوبية تختلف بتفاصيل بسيطة جدا بخصوصية كل منطقة وبعادات وتقاليد يمكن بالمأكولات بالمشروبات بالحلويات بخصوصية كل عائلة وخصوصية كل منطقة لكن بتفاصيل بسيطة جدا ولكن هي في العموم متشابهة قبل أن نذهب إلى تفاصيل هذه العادات والتقاليد أود في حضرتك أن أتحدث عن الأدب هل وثق الأدب لعادات وتقاليد وتفاصيل تلك المرحلة لعادات الرمضانية قبل الحرب على سوريا كيف كانت وكيف أصبحت وأخص في حديث محافظة الرقة؟ نعم أسهم الأدب إلى حد كبير في أرشفة هذه وتاريخ الرقة الذي كان من مجموعة كتاب نداك قبل هذه الأحداث من أهم من كتب في هذه المواضيع؟ مثلا من صبح الدسوقي ومحمد عبد الحميد الحمد ومحمد جاسم الحميدي يعني أعتقد هذول كلهم رحمهم الله قبل تلك الفترة وتلك الأحداث أسسوا ووثقوا تلك الجوانب التقوس والعادات والمثل وأيضا ما يمكن أن يكتب في مجلة أو جريدة الأسبوع الأدبي تباعا من خلال القصص والروايات التي تكتب عن الرقة تتناولها من جوانب متعددة كحالة موشورية سواء تناولت الموائد أو تناولت الأزياء أو تناولت الأغاني وما أدل على ذلك إلا أن تكون فرقة الرقة للفنون الشعبية التي تجسد هذا التراث والمأكلات والطقوس التي يمكن أن تقوم بها حتى مديرية الثقافة التي تسترجع من الماضي الشيء الكثير وهو الزاد المعرفي الذي يمكن أن يكون مسوغنا ذكرت جملة أساسية بأن العنصر الأساسي ما يجسد في المجتمع السوري ككل هذه الحالة التوادية والتراحمية والأخلاقية والانسجامية في تلك التقوس التي وتختلف من منطقة إلى أخرى ومن ريف إلى أخر لكنها بالتفاصيل وعندما تضاف وأنا ابن هذه المنطقة عندما تضاف تقنيات الحاضر ومستلزمات الأدوات الأخرى يمكن أن ينتقل هذا المجتمع وفق ما يتسق مع قدراته نحن نتذكر حتى قبل ذلك التاريخ كنا في رمضان تكون هناك بعض الوجبات على مستوى الريف يكون هناك وجبة مثلا على مستوى نعتبره اللحنيني وهذه التمر خالص مع السمنة العربي هي من الحلويات الموجودة ضمان تقش في رمضان وأحيانا وجبة لأن المادة الأساسية هو السمنة العربي متوفر والقشطة أيضا هذا ما نقوم به من خلال الفطائر وبالتالي هذه العجينة التي تلاف فيها القشطة ونغمسها في الزيت المقلي أعتقد تخرج هذه الأطعمة بشكل بدائي وبشكل لذيذ جدا ولم تدخله أو تمسه يد الغش ويد التزوير إذن نأكل طعاما حقيقيا وجميلا بهذه الجامعة غير مخشوف بكل تفاصيل خلينا نروح لكن بما أنك أتيت على ذكر بعض المأكلات الخاصة بهذه المحافظة عن ذكرياتك ضمن هذه المحافظة سواء من الطعام إلى الشراب إلى هذه الذكريات من لمة العائلة وكما ذكرنا أن في الأرياف تكون القرية هي العائلة يعني لا يكتفي فقط بأهل المنزل أيضا القرية كان هناك لديهم اجتماع وتقوص خاصة في الشهر الفضيل شو بتتذكر أستاذ عيد من هذه الذكريات في محافظتك أو في قريتك؟ أولا يعني تنقسم مرحلة اللي أنا مريت فيها قسمين في القرية إلى حد الثمانينات من القرن الماضي وما قبلها كنا نعيش في قرية يعني صغيرة حتى كان الوالد والوالدة وحتى الجيران يقوموا بالإفطار على ضوء يشعل في المئذنة التي تبعد عنها شيء أربعة كيلو متر هذه المئذنة التي يمكن أن توحي بأن بدأ الإفطار بدون حتى لا نسمع صوت الآذان إذن هذا الشكل ونحن ليس لدينا كهرباء وليس لدينا ماء حتى على يعني الماء تزود فيها المنازل عن طريق المواشي إلى البيوت بكل الأحوال هذه الحياة البدائية التي كانت تلم ويجتمع الكل العائلة على مائدة الإفطار وفيه من الحنينية لا يمكن أن يصف لحتى الآن نتذكر ذلك هذا الشيء يخلق في حالة تصافي وتجلي وتحلي وتخلي عن أشياء كثيرة تبعث في النفس إعادة تسميئة يعني ميكانيكل داخلي للإنسان وما هو ما بداية هذه الحلقة في هذا التقرير قلت أنه شهر مقدس وهذا التقديس لشهر رمضان كما كتب في القرآن وكتب على الذين من قبلكم إذن له جذر تاريخي عبر الأديان الوضعية والسماوية فيما بعد حتى وصل إلى الإسلام وكتب هذا الشهر الفضيل هذا الشهر الفضيل اليوم في كل أبعاده اليوم يعود بنا إلى أن نرجع إلى أساسيات ذلك الشهر بالتحلي مهما كان زخرف الحضارة مهما كانت زخرف الكماليات نعود إلى الجوهر مع كل ذلك هي لا تغير من حاجاتنا الأساسية وروحيتنا المقدسة في توصيات من الوالد والوالدة بتكون في هذا الشهر وخاصة عندما نكون يعني كأطفال بدي أرجع لفترة الطفولة دائما بتكون التعاليم يعني الأهل لسه عم يزرعوا هاي القيم قيم الشهر الفضيل ماذا يمثل هذا الشهر ماذا يعني هذا الشهر كيف نتصرف ضمن هذا الشهر تتذكر شيء أستاذ عيد من يعني توصيات الأهل الوالد والوالدة في تلك الفترة والله حتى لا أتذكر بالقول ولكن أتذكر بالسلوك كل هذه السلوكيات التي قام بها الوالدين أمامنا والأقارب أعتقد هو أكبر مدرسة لذلك عندما نراهم يكدحون ويتعبون في النهار وهم صائمون وبالتالي هذا مدرسة حقيقية وعندما يتعبوا ويقدموا لأولادهم بغض النظر حتى ليمكن أن تعجز عنه تلك المجلدات وبالتالي أعتقد أننا استنبطنا هذا يعود إلى عنصر الملاحظة لدى الشخص دعيني أقول بأن رمضان يدور على مدار السنة كل 36 عاما وبالتالي في أيام هناك في مواسم للكدح عن ذاك والتعب في فترة الربيع والصيف والصيف القائض وبالتالي هذا ما يبعث التعب مضاعف نحن شاهدنا هذا التعب على الوالدين وعلى الآباء في تلك الفترات لكنه يمكن أن يكون عملية استراحة في فترات زمانية أخرى لكن في كل الحالين لم يكن هناك تأفف لماذا؟ لأنهم مقتنعون بهذا الفعل لما ينجزونهم لأنهم بمحض إرادتهم وليست هناك قوة إلا القوة الروحية التي تخيم عليهم مما انتقلت القوة الروحية لدى الآباء إلى الأبناء وبالتالي استطاع هؤلاء الآباء أن ينقلوا من خلال هذا السلوك أن تكون مدرسة لذلك لم يوجهونا نحو أشياء بالفعل أن يتبعونا ولكن لا بد أن يقولوا عليك بالصبر عليك بالتعب عليك بالإنجاز عليك بالتعليم عليك بالمكافحة هذا ما يشي في سلوكهم إذن تطابق سلوكهم مع أقوالهم لذلك كنا أبناء مدرسة من المدرسة الأولى هي الأسرة طبعا كل منطقة تفرض مجموعة من السمات على أبناء هذه المحافظة أبناء محافظة الرقة في خيال الأستاذ عيد الدرويش ما هي أهم السمات التي يتحلون بها؟ محافظة الرقة دعيني أقول أولا الطبيعة تحكس انتمائها للأبناء والأبناء يعكسون هذا الجو بطبيعة الرقة هناك أربعة فصول هذه الفصول وخاصة في فصل الربيع فصل الربيع الذي يعتبر المهرجان الكبير للنفوس مما تزرع فيه وينبت فيها الكثير من الأزهار أقول بأن حتى البادية لما في فترة الربيع تعتبر صيدلية كاملة حتى في هوائها النقي وحتى أنا أعرف أن نبات الشيح والنباتات الأخرى التي يمكن أن يشتطب فيها بعض الأمراض إذن اليوم نقول بأن أبناء الرقة يمتازون عن بقية المحافظات بهذه الأرض المنبسطة التي تتناوب عليها الفصول بعثت في النفس أشياء كثيرة وتناوبت وفق هذه الفصول أن يستقيم هذا الإنسان ويبدع ما أدل على ذلك إلا الإنجازات التي أقيمت فيها الرقة وكانت حالة التواد ما حصل في الرقة في الآوينة الأخيرة على الحرب ربما قد تكون في أيدي خارجية إلى أن تجتزئ وهذا المشروع الذي بان مخططه الآن أعتقد لا ظل عليهم فيه ربما لا نقول كلهم ملائكة وليس كلهم شياطين طبعا لا نستطيع التعميم يوجد في الذين التلقفت أو شنفت أذانهم كثير من المعطيات الخارجية وحدث ما حدث لكنها لم تكن إلا مسالمة ما أدل على ذلك إلا أن أستذكر قول لأحد الشعراء في العصر العباسي لأبناء الرقة أو ربيع الرقة عندما قال حبذ الرقة دارا وبلد بلد ساكنه ممن تود ما رأينا بلدة تعدلها لا ولا أخبرنا عنها أحد إذن هذه الجملة التي أعتقد من ثمان قرون هذه الجملة وهذان البيتان أعتقد يوصفان الرقة بتاريخها الذي كان حاضرا وسيكون حاضرا مهما تلوثت ومهما وفدتها من الرئيات السوداء وإلا أن تكون غريبة ولن تستطيع أن تفرض رأيها على مستوى الشعب وحتى أبسط الناس سنتابع الحديث بتفاصيل كثيرة ومغرقة أيضا بالتفصيل عن العادات الرمضانية في محافظة الرقة وبدأ نروح لتقرير عن أيضا تقص منطقوس رمضان اللي هو الناعم خلينا نتعرف على طريقة تحضير الناعم في هذا التقرير ثم نعود للحوار هو إحدى الأكلات الخاصة برمضان حيث يبدأ التحضير له قبل حلول الشهر الفضيل بأكثر من شهر لأن تصنيع الناعم له طريقة خاصة حيث يقوم الباعة بعجن الطحين والماء فقط دون إضافة أي مادة أخرى وعندما يصبح العجن رخوا يصب على أوان نحاسية دائرية الشكل تسمى المرايا بعد دهنها بالزيت حتى لا يلتصق بها ثم توضع على نار هادئة حتى ينضج العجين بعدها تعرض الأرغفة لأشعة الشمس من أجل تنشيفها مما تبقى من ماء ورطوبة لتكون جاهزة بذلك لقليها بالزيت في رمضان وعندما تبردوا يرش عليها الدبس السائل الأسود لتحليتها ثم تعبأ في أكياس من النايلون بمعدل خمسة أرغفة بالكيس الواحد الناعم موجود منذ أكثر من مئة عام وظهر عندما اشتاح الجوع البلاد وبدأ الناس يبحثون عن بدائل أخرى لتأمين الغذاء فبدأوا باستخدام الناعم وتصنيعه من الخبز البائث بعد وضع الدبس عليه وهو منتشر في معظم الدول العربية بتسميات مختلفة يرتبط بيع هذا الصوف بالباعة الجوالين وغالبا ما يترافق بعبارات تروجية كالقول أقعد ولرماك الهوى يا ناعم بعد ما تعرفنا أستاذ عيد على طريقة صناعة الناعم وأيضا لماذا هذه التسمية يعني هذه المهنة التي ارتبطت بشهر رمضان منها صناعة الناعم منها أيضا المشروبات كالعرقسوس والتمر الهندي وغيرها وموضوع أيضا فانوس رمضان هذه التقاليد إلى أي درجة هي متواجدة الآن في محافظة الرقة هل كانت متواجدة سابقا بكثافة هل ما زالت يعني ضعنا في أجواء الشهر الفضيل في محافظة الرقة الآن أعتقد ما ذكر في هذا التقرير قسم منه لم يكن هو موجود في الرقة وخاصة الناعم لكن نعود بالذاكر إلى مرحلة طفولة كنا في القرية قبل أن تمتد إلينا يد الحضارة والمستلزمات الأخرى سواء من وسائل الاتصال أم الكهرباء وغير ذلك كنا في تلك القرية يقوم الأبوي بهذا العجين ويعني إلى حد كبير وأن يغرسوه في الزيت ونضع عليه فيما بعد الدبس التمر أو الدبس العناب أو السكر وبالتالي هذا ما يجانبه إلى حدوده البسيطة وحدوده المتواضعة لكن فيما بعد ماذا كان يسمى أستاذ عيد؟ نحن بإسماء يعني ممكن نقول المقرمش أو نقول حتى في نوع آخر نقول أنه الزنغل فين قوسين ما بعرف منين أجت هذه الكلمة كنا أيضاً نحن مستحضر هذه المفردات الموجودة ضمن المحافظة تماماً وطبعاً لما أنا جيت إلى الرقب في الثمانينات من القرن الماضي كان يختلف كما قلتي كانت هناك المشروبات العرقسوس وتمر هندي وغيرها لأنها جلبت إلينا بس بدأت وسائل الاتصال واتسعت مسائل الحضارة والكماليات الأخرى إذن نحن نعود إلى أنا عاشرة أو نقول مقضرمين في فترتين فترة ما قبل ولوج هذه الحضارة وهذه التقنيات وهذا التغير الديمقرافي الموجود في الشرق السوري وأعتقد أيضاً هذا ما يجانب نقول عن المحافظات الثلاث سواء الرقب أم دير الزور أم الحسك تتشابه في طبيعتها الاجتماعية لذلك تتشابه في طقوسها إذن لا خلافة فيما إلا مفردات بسيطة قد تختلف فيما بين تلك المنطقة مع دمشق أو مع المنطقة الأخرى أعطينا مجموعة من المفردات التي هي خاصة بالشهر الفضيل موجودة فقط في محافظة الرقة سواء مأكولات عادات تقاليد أو مشروبات مبارش ممكن حابين نكون بأجواء رمضان في الرقة لا أعتقد هناك تختلف إلا ما هو موجود لو في التسمية حتى في التسمية لا يمكن أن يكون هناك بمفردات يعني بعيدة كل البعد عن القطر أو عن المجتمع الموجود لا أعتقد هناك فارق كبير أو وفال طيب شو الأكل المميزة فيه هنا السيالي هذه يعني يعني يعطى العجين شوي اللدن وبالتالي يصب أو يرق ويضع على الصاج بعد يعني سويه على النار ويقطع بشكل مربعات ويضع في الصينية ويسكب عليه السمن العربي الخالص الذي لم تشوبه يعني التزوير والتشوية ويضع مع الصافي الصافي ومع السكر لذلك التحلية مع السمن العربي أعتقد هي أفضل أنواع الحلوية هذه الأكلة موجودة في السلمية موجودة حتى الآن ويمكن أن يستبدل فيما بين السمن العربي لكن مع السكر هو عملية الحليب ويضاف أيضا في المزج فيما بين السكر والسمن العربي والحليب فهذه من أجمل يعني المأكلات التي لم تدخلها أو تمسها يد التزوير نعم شوف مأكلات أخرى يعني تختص فيها أو تشتهر بها محافظة يعني حتى في المدينة كان هناك يقال تشيكا تشيكا هي من البرغل وبعد طبخه قبل نهايته ويجمد مع البصل ومع الدبس الفليفلة وبالتالي يمكن أن يأكل على المائدة هذه ويمكن أن يضاف عليه اللحمة الهبرة إذن لاحظي أنه عملية التمازج فيما بين التشابة فيما بين المأكلات في المحافظات الأخرى لكن كانت تقتصر على هذا البرغل على فقط إما الحشائش كالبقدونس أو مع البصل مع دبس الفليفلة هذا يعطي نكهة ويعني نوع من مقبلات للطعام نعم شو العادات الأجمل اللي كنت تشوفها بمحافظة الرقاة وقت اللي أجيت على الشام يمكن ما عد شفتها أو يمكن خفت بفعل الحضارة بفعل التطور بفعل البعد العائلات عن بعضها أيضا بسبب الظروف اللي مرت على سوريا بتحب أنه ترجع تعيش عائلتك هذه العادات وهي التقاليد الخاصة بمحافظة الرقاة أنا أعتقد لأنه نحن عشنا في فترات متتالية ولا يمكن أن يعود الإنسان لما كان عليه طبعا هي تبقى ذاكرة فردية لكن أبناؤنا لن يستطيعوا أن يعيشوا تلك الفترة لهم طقوسهم وبالتالي لهم تجاروهم التي عاشوا فيها ما تم تقديمهم لا يمكن أن ننتزع من أفكارهم هذا لكن هناك خيط مشترك فيما بين الجيل والآخر هو ما نعلمهم على المبادئ والسلوك والعادات الحسنة وبالتالي عملية نقل هذا الموروث بشكل أساسياته قد نختلف ونحن نذهب إلى دول كثيرة ونعيش طقوس كثيرة لكننا نتوق إلى تلك القرية نتوق إلى تلك المدينة نتوق إلى تلك العداء تفاصيل الصغيرة جميلة جدا تفاصيل التي تعيش أولادنا اليوم يوم يعيشون لحضارة تالية ومتقدمة ليست هي الحالة التي نحن عشناها لكن نحن نؤكد على أساسيات هذا ما نقوله به جوانب الثقافة كثير من الجوانب التي حققت توافق وأشبعت وحققت ورسخت في عاداتنا وتقاليدنا أشياء جديدة حققت إشباعا لدى أبنائنا اليوم ولكن قسم من العادات والتقاليد لم تحقق لهم الإشباع وسترفضها الأجياء القادمة نعم من خلال تأثرك بالبيئة التي ولدت فيها يعني كل كاتب دائما في كتاباته تظهر بعض المؤثرات من البيئة التي أحاطت به في صغره أو في شبابه الرقة إلى أي درجة أثرت في كتاباتك أو في تفاصيل كتاباتك وبدنا نودع المشاهدين بأبيات شعرية لمدينة الرقة حاليا كما قلت يعني نحن أحيانا الكاتب ابن بيئتي نعم ومهما كان يظهر ذلك التفاصيل في حياته ولا يخرج عنها لكن قد يكون لديه أفق آخر في معرفته وفي كتابة كثير من المسائل ولا بد أن يتناول جانب مشرك بما حملته هذه المدينة من تراث أحيانا تأخذنا الدراسات إلى جانب آخر حسب وظيفة الدراسة لكن لا نقول إلا أن نكتب في مقالاتنا عن الحياة الموجودة وعن منمنماتها بالنسبة للرقة لما عشنا إلى أن نكون أبعد من ذلك لم يكن عبد السلام العجيلي أن يكون أديبا عالميا لو لم يستقي هذه التجربة من الواقع ومن ذلك التاريخ ومن تلك العادات إذن نقل هذه البيئة من محلية إلى عالمية نحن اليوم عندما ننقل بتراثنا ومؤلفاتنا وكتاباتنا ومحاضراتنا وما أدل على ذلك إلا تلك الحلقة التي نستشرق فيها ونستشرف مما هو كان ماضي للأجهال التي اليوم أو هي التي تشاهدنا على هذه الشاشة أعتقد هي أكبر رسالة لكن من الأبيئات لست شاعرا ولكنني دائما أكرر ما قاله ربيع الرقي كما قلنا قبل قليل حبذ الرقة دارا وبلد بلد ساكنه ممن تود ما رأينا بلدة تعدلها لا ولا أخبرنا عنها أحد شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ عيد الدرويش عضو اتحاد الكتاب العرب ورمضان كريم يارب وشكرا كثير لتواجدك نورت برنامج قنادير لرمضان والفضائية التربوية شكرا لك وكل عام وأنتم بخير وينعد علينا وعلى سوريا إن شاء الله تكون بأفضل حال إن شاء الله يارب مشاهدين رمضان هو مدرسة الثلاثين يوم يدخله المجتهد والمتكاسل معا ولكن تختلف مراتبنا جميعا عند التخرج بين الفائز والخاسر فطوبى لمن جاءه رمضان فوجده جوادا كريما أطعم أفواه وكسى أجساد ورحم أيتام هذه رحمات من ربكم فتعرضوا لها فعيشوها لعل أحدكم تصيبه رحمة فلا يشقى بعدها أبدا شكرا